احنا بجلنا رسائل كتيرة قاوي على صفحة الفيسبوك بتاعتنا ورسائل كتيرة قاوي من الستات اش معنى تعملوا فينا؟ عايزين نعمل في الرجالة مقالب بنقول لحضراتكوا اهدوا خالص وخلوا رجالة تنفس عن نفسها شوية انتوا في ايديكوا كل حاجة سيبوا لهم حاجة يعملوها بقى مشاهدينا اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامتكم انا والمدام انا والمدام عبارة عن برنامج مسابقات بيبقى معانا اتنين قابلز قدام بعض بس المرة دي الحلقة مختلفة معانا قابل ومعانا روز اسمك روز تمام اه اتعرف بقى ساميكو اسراء اسراء حضرتك خالد خالد اوكي طيب اه انتوا فاهمين فكرة المسابقة انا مستنين نفهمها بقى اوكي المسابقة عبارة عن اسئلة عامة واسئلة شخصية بنعرف فيها مدى التوافق بينكم وبين بعض اه الكيس النهاردة انه روز احنا عارفين ان هي اه رفضة الجواز مبدأ الجواز خالص فحابين نعرف ليه وفي نفس الوقت نشوف مين فيكو الصح هل فعلا الصح من الواحد يتجوز ولا يفضل سنجل كده زي روز تمام انتوا متجوزين بقى لكو قد ايه روز روز يعني بتبقى سنجل مادر لكن فكرة راجل في حياتي تبقى وتصوري تبقى في امريكا طبعا عشان انا حلوة ببينة فتبقى مشكلة هنا ممكن يعني ممكن فكرة دماني مش حق المجاري اوكي انت عايشة بره اه اوكي تمام بس عموما هنا ده ما ينفعش فانتي كده بتخطري فرصة انك يبقى عندك اولاد اوكي خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني بمسابقة الاسئلة العامة استنونا ورجع نلكم بعد الفاصل ومسابقة الاسئلة العامة هقولكو كام سؤال واللي هيرد اسرع هو اللي هياخد البوينت تمام من غير تفكير النملة لها كام رجل تلاتة ستة البوينت الاخطبوت ليه كام قلب تمانية تلاتة البوينت اه الاخطبوت ليه كام قلب قلب عنده تلات قلوب نمه تمام نهر اللي ما بتجريش في مايا يعني خريطة مثلا زيرو اه خلاص قلت زيرو هي خريطة فعلا اه عدد حروف النغة الانجليزية الالف عبرين تمانية وعشرين غلط ستة وعشرين ستة وعشرين الدولة اللي اشتهرت بسوشي سين لا الجبان اوكي خلصت فقرة الاسئلة العامة تمام انا كده اللي كسبانه صح فريق روز هو الكسبان اوكي فكده واحد صح تمام عشان انا عندي بمارة شغالة احنا كنا بنتخن بس اوه احنا مش هعندنا بمارة عشان شبا مش واضح بصراحة اوه معلش لا هي عشان مش متجوزة فهي عم تكلمة فاضية فاضية اول ينهار يعني فاضية فاضية عشان فيه في الاخر بيتضايقه انت متضايق انا هو بيتكلم معاها لا لا اعادي انا واسكا فيه عايز جدا يتكلم معاك هو الحفظة خلاص ماش حالي غلط تقليل اكيد مش تقليل كنت بتقول ايه؟ انت عشان مش متجوزة بس فعشان كده في الوقت اوه اكيد طبعا بدغيري يعني غيره تخنق ولا غيره طبعيه الساعات و ساعات يعني حسب الموقف اوه يعني ممكن في اوقات تحسين هو مزود الموضوع اوه طبعا اكيد تمام انت قلت ننسى واسكا فيه واحد في المياه اوه ميا في المياه ميا في المياه اوه طيب خلونا نعرف محمد خالد خالد قدي سقطك ولا لا تمام بس هنروح فاصل ونرجع للفاقرة اللي انا شخصيا بحبها اقول فاقرة الرجالة مايعرفوش يجدبو استنون ورجعنا لكم بعد الفاصل والفاقرة شخصيا اللي انا بحبها جدا فاقرة الرجالة مايعرفوش يجدبو خلينا نعرف خالد بيجذب على اسراء ولا لا استأدناك يا خالد تتفضل عن دكتور مؤمن موسيقى 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 جاهز؟ جاهز دلوقتي ده جهاز كشف الكب بنسأل الضيف اسئلة لو جاوب صح بينور اخضر لو جاوب غلط بينور احمر تمام؟ تمام بتحب مراتك؟ يعني جدا خنتها قبل كده؟ لا ما قدرش هي مش متديالي بفرصة دي لو في فرصة سفر هتقعد فيها فترة تحب تاخد مراتك؟ اه اخدها معي في كل حتة حبيب اللي هتشاركني انت شايف ان اللي بيتجاوز على مراته بيعمل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا لا مش حاجة حلوة مش شايف اللي واحدة بث يكتفي بيها بتبع حاجة كويسة بيقدر تخليها سعيدة وهي بتخليه سعيد كده محمد صلاح بيلع في نادي ايه؟ ليفربور اكتر موقف بيحصل بينك وبين زوجتك ويبقى في مشاكل حضرتك بتواجهه ولا بتهرب منه؟ لا بوجه بتحبها؟ جدا متأكد انك مخلتهاش قبل كده؟ لا متأكد ممكن في يوم تتجاوز عليها؟ لا طعم انا كده خلصت شكرا لك مش هارفة موجيب السفادي موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل وللأسف خالد خسر الجولة فكده ستيل روز هي اللي كسبانا تمام بس لسه معنا الجولة الثالثة اللي هتحسم النتيجة النهائية وهي فكرة بتخاف ولا لأ بتخاف من حاجة يا خالد عمري ما خفت لها ولا اي حاجة بتخافك ولا بتخاف من الإسراء مش بخاف منها بيحبني بحترمها وحبها بحب مش خوف تمام طيب هات موبايلك عارف الباسويل بتا موبايلك ها تقريب هو نبالسه هو أقلي بس أنا ماضي انت ماضيت على إقرار ان احنا ممكن ناخد تليفونيك صحي انت متأكد ان انت نسيتي ولا هو ما قالك ايش هو انت تدخلي مبالما مش فاهمة لا احنا عادي بنتكلم خليم معي خليم معي مش احنا بنات زي باط مش احنا بنات زي باط او لأ ايدي سبكت وانت طبعا انا عمري ما بقى زيك طبعا نعم 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 انت طب اللي جاي مني مش هيكون حلوة خالص طب استأذنكو يا جماعة استأذنكو احنا في برنامج وعالهواء جماعة حد من الكرو بس يجي ياخد موبايل خالد حد يجي ياخد موبايل اسرق بوسي احنا هندخل على التكنيكال التيم عندنا هيدخل على تليفون خالد تمام هنفتح الجاليري نشوف الصور بشكل عشوائي نشوف انت فعلا عارفة كل اصحابه ولا لأ ممكن نلاقي مثلا نصور في المكان هو كان ايه اللي كانوا في المكان ده ولا لأ ممكن ندخل على الواتساب على الماسنجر يعني كله بشكل عشوائي هنعرف مدى معرفتك به الحقيقية قدقي تمام اللحظات بقى كده وهنبدأ يطلعون خلينا نصبق بصور انت تحسس ديها تكسب تعرف هي واسقة في جزء على فكرة الجالة كويسة يلا يا جماعة اول صورة تمام مين دولي اسرق اصحابه اسرم يعني عارفينهم كلهم شكله حالة بالصورة دي اولا طبعا كان فين اليوم ده هنا كان في فرح اخو صاحبه تمام اللي بعده يا دي مش رحية الفرح معي زي حاجة تخصوه معك انت تعرفينهم مشاكلة انت اللي جايبينه عشان كده ضدينت كلهم اللي بعده يا جماعة عارفة الناس الموجودين في الصورة اه اكيد صحابه ورد صحابه ورد بيخرج كثير وبيستيبك بيخرج كثير مع صحابه لا لا على طب بيخرج معي بس العدلان قوي تمام وانت ما بتخرجش معيها خالص انت عصر مع صحابك لوحدك طيب اللي بعدها يا جماعة صورة اللي بعدها لا لازم تحتمي تخرج معاه شوية تخرج معين ما فيش مامرز لا بخرب معك فيه طبعا اوكي دي اخته انت عندك كم اختي خالد ايه عندك كم اخت مارن بيجاما ثلاثة اربعة اوكي دي اختك الوسطنية ولا الكبيرة دي مين اسمح ايه هاتراك اكيد مش اخته طبعا مين ما عرف شوية مين دي هو في الكونترور يوم بيقولوني ان الصورة دي من على الواتتاب جاية من المحادثة مش ما كانتش في الجاليري مش في الستوديو في المحادثة بتاعت الواتتاب مين بقى انت جيبا مش عارب احنا نجيبها هيبقى تعرفنا مين ايه تسلب الرقم دي بيقولولي في محادثة نقدر نفتحها على الفكرة وقال لي مش اخش على الفصيات يعني تماما طيب في محادثة تحبي نفتحها نفتحها انت قواريزي وفق تلتمئة الف جنيه تمنى الجايزة بس انت في البيجاما شكلك احلى من اللي بسي كلها احبت يبقى انت خسرت الفلوس والفلوس اتروح لرز على طول ايه ده ده فيه صورة تانية يا جماعة بس خلوا المداخلات بس تهدى شوية معلش حاجة حاجة بس لم تحصل الى؟ اخوص اخوص طب هو قال لي مش هعرضي الكلام ده بالله عليك ما تبعاتي تاني خلاص جماعة هم مين المسؤولة مين المسؤولة عن انتو ازاي تعرضوا حاجة كده ازاي كده ازاي حاجة ازاي كده تتعرضت انا يا جماعة مش عايزة تتعرضي ده ما بقاش لعبت بقت فضايح انا ما بحبش لحاجات دي اسراء انت عارفة مين دي لا اكيد طبعا واحدة مثلا كان يعرفها قبلك او حاجة او لا الحلقة دي يا جماعة كده لو سوشيال مين دي هنتفضح طب يا جماعة فاصل وهنرجع لكم تاني فانا والمدام استنونا طب انا مش عارفة طب واقفين بس التلفون فيه انا اسفكين تاني حضرتك انا عايزة شوف بس معي شويل لا سواني حضرتك سواني بس احنا على الهوى دلوقتي يعني في حوالي 300 مساتش جاياننا عايزين يعرفوا من دي يا انتي بقيت ترمي الرجل الأحمر هاي تشاف ايه؟ ما انت شايفة أحمر انا مش عارفين ازاي شافة أحمر اكيد هم مش شايفين أحمر ممكن بعد التلفون طيب خلوز بعد في حاجة تاني اوحش ما كده انا ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقة انا والمدام وللأسف المدام دلوقتي في موقف مش لطيف ابدا انا شخصين باعتذل لها عنه معانا مدخلة معانا مدخلة مساء نور يا فندم متشكرة جدا متشكرة رزوئك مرسي متشكرة جدا لحضرتك شكرا جزيلا معانا مدخلة تاني شكراً يا فندم شكراً شكراً واندح إن هي متعودة فمش مصدومة فيه طيب هنطلع فاصل يا جماعة فاصل ورجعلكم تاني استنونا ممكن طب تشيل وايه الصورة دي حط النزر يعني هي الصورة دي اللي شايلة هي الصورة مباقة هي الصورة الأوفر بنسبة لها هلو تحكي لها هيتبطى الأوفر أطلبوا لنا الرقم بعد إذنكم اللي على أه أبخلاط أولاً أنت مالك أنت بس والله يا العظاً ما أديكم البتاع الفقدان هي مجنونيًا يا منتي ماذا تطربيهم؟ ماذا تطربيهم؟ هل تعرفيهم؟ معقدة تقريباً ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعد إذنكور جان لكم بعد الفاصل وحلقة سخنة جداً من أنا والمدام إحنا اتعرضنا الموقف وهنطرر للأسف نكمله لآخره عشان دي سياسة البرنامج بس أنا شخصياً بعتذر جداً لإسراء والسادة المشاهدين إحنا ما كنش متوقعين أبداً أن الموقف ده هنتحط فيه هنكلم الرقم هشيروا الصورة ونكلم رقم نشوف دي اللي إحنا هنكلمها صحب الصورة أو لأ كلموا هالي بعد إذنكو يا جماعة صراحة لك حق أدخلها أسلوبها وحش قوي أكيد مش قوحش من أسلوبي يا بنتي ما تستفزنيش أنت مستفزة أصلاً أنت ما تستفزنيش جماعة إحنا في برنامج شو في الخبار اللي تفي يا ستي ملكيش دعوة بخبتي بص أحلى من خبتك والله يا بنتي إحنا في برنامج فين يا جماعة تستفزني بالرقم وي خلاص هعبتها أقول لكم اللي مش يا خير مش همشي أصلاً معي ألو يعني يتوم بساء النور أنا عايز برا فوانتر خلي بيستينك الجانس مستورة فتعرض لتعرض لتعرض مين أنتي مين أنتي ينهر ألو المعاش مستور هو اللي أنت بتعمليه ده اقطع شكراً شكراً أنا أنت جاي برنامج معاملاتك ده أنت بجح خليك بها في حالك شلو الصورة دي بعد أن توقع للم نفسك للم نفسك بتدفع عنه طب أبرر موقفك لا أنا متجوزت الشابة على عمري وعمري متجوزت أمري متجوزت علي أنت بتهدي بيتك عشان خاطر 300 ألف جميع لا أنا أمري متجوزت علي أنزل لمستواكي قولتي مستواكي وقت قبل مستواكي مستواكي بلاش أقولك عامل إيه بس 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 مستفزة مستفزة بجد بس 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 ولا تقدري تيجي نحيتي نعم أنا بصراحة أعرف تشطري على الخيبة اللي أنت فيها أنت مالك جميعاً دي أنت بس كدر لنفسك شوية أنت مالك مرورة إيه عشان بيخونك لحظة بحق يخونك فاصل ورجال أخبتيني ياري أنت بس نحن في برنامج من قاشل الخيبين كمان يجوا يعملون معنا كدر طب أنت على فكرة كان ممكن تبقي مكانها برضو تلاقي جوزك فلا يجلد عليك شطري على خبتها 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 تقيلة أنت ستبزتي لو كان خبتك يا بنتي بس يا بنتي شطري على خبتها المصحف أم ضربها تشطري على خبت جوزك يا بنتي كسما بلاها أم ضربك على خبته وعلى خبتك واللي خدته منك على فكرة أنت كان ممكن تبقي في موقتها شخصية ما كانش زماما عمل فيك كده أم ضربك إنسي كان ممكن تبقي في موقتها لا إذا أبقوزك جلوز عليك إهدي شوية أم ممكن أم ضربك هل أغبط لك وشك ده هو من وش معلم أصلا انت مجنونة؟ ولا تقدم انت كلك أصلا روش روش بس ه ه ه ه ه ه ه ه ورّيني ورّيني هل تعملي حجل؟ لما هو أصلا عمال الرجل شيله الصورة ومش مهم هدي بعندك شخصية معانا؟ انت مالك انت انت مالك انت لا تحسازي عليه أصلا يعني جوزك جوز عليك ولست متجوزة بقيت ثلاث شهور هتتكلم ألا هتتكلم معي ويقدر تتكلم معي الخين ده مش معاك انت اتكلم معاك انت أصلا بخصوص ايه؟ طب أه دي هذي بس انا لو منكم نكلم بلوكم ده نشوف زي مين ولا تعملوا ايه ولا مش فاهم بصراحة طب انت ممكن تهادي شوانا طب سويني هنرجع 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 هوا هنرجع هوا ما يفعشلها بلده ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعاينا مدخلة مساء النور يا فاندم مثلا اولا انا شايف ان انتوا مكبرين مبوخ فعلي انا رجل يعرف يتجوز مرة ثانية ايه المشكلة يعني شكرا لكم شكرا يا فاندم بجد انت بقيت على مية فاصل وهنرجع لكم تاني خليكم معنا بعيب 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 في اصول ايه 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 من الخيالي ما يفعش لي ما اجببي يعني اعيد زياني المام اضربها شكرا لا اعني يا افنا 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 انا اتسكهت ا��ب انترند ايها تكلوا تدرمينها واشتا تدرمين أنا أسفل أنا أسفل كلمتي هي اللي جاتي يعني كلمتي ألا هي لو عندها عايزة أضربها ما عايزش إيه أنا أسفل أنا أسفل أنا أسفل مرة قلت لو عندها ده ما كنت أضربها رح تقيمه أنا مش عايزة برنامج لأن خايفها من برنامج اللي هو بوضربه الدنيا أنا كنت هقتلها مش هضربها بك موافقة طبعا معرفية شكرا 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 شكرا